حمل رئيس مجلس القيادة الرئاسية الدكتور رشاد العليمي المجتمع الدولي تابعات التراخي زاء ممارسات وانتهاكات الميليشيات الحوثية وحذر العليمي خلال استقباله مبعوث الولايات المتحدة الامريكية لليمن تيم ليندر كينغ والسفير الامريكي ستيفن فاغن من تداعيات الانتهاكات الحوثية على فرص السلام وامن المنطقة والعالم واشاد العليمي بالدور الامريكي لتخفيفه من معاناة الشعب اليمني ودعم قيادته السياسية على مختلف المستويات